اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول مرة بتابعنا واللي عنده سؤال يكتب في التعليقات عساس اننا نجاوب عليه باذن الله تعالى طبعا اليوم توقعتنا اليوم 22-22 اللي هو 22 الشباط القمر اليوم رح يتنقل بالجوزاء وبالسرطان في ساعات الصباح طبعا بالنسبة للمنازل اليوم القمر موجود في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة من فجر يوم الاثنين اللي هو من صباح يوم الاثنين 22-22 لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي جيدة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا بالنسبة للقمر حكينا انه رح يتنقل بين الجوزاء وبالسرطان في ساعات الصباح تأثير القمر من الان موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح بما ان القمر في الجوزاء فهي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا الانضمام ايضا او لا دورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا احنا الان في فترة او طور بدء فترة خلو المسار فخلو المسار رح يبدأ ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني ثمانية وثلاثين دقيقة مساء من بعد بث الحلقة ورح يستمر حتى اليوم التالي اي حتى صباح يوم الاثنين اثنين وعشرين اثنين لا تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا سمعين الصوت هذا واحد بزمر طبعا الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بانتهي خلو المسار ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن خمسة واثنين وخمسين دقيقة صباحا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا زي ما حكينا ان الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بصير في السرطان فبنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في الابومه او ذكريات ومذكرات واشياء زي هيك او حب قديم يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشربنا بحيث انه في هاي الفترة بنشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة ووسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا بالنسبة لزوايا الفلكية عنا زاويتين فلكيات اليوم والثنتين ايجابيات اول واحدة رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر والشمس يعني القمر صار محدد وهاي زاوية رح تكون في تمام الساعة 11 و46 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغريب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديث ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك من ناحية ايجابية طبعا بما ان القمر رح يكون متواجد بالسرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعة 24 اثنين رح يبدأ في تمام الساعة اربعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة اثناش واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لينتقل لبرج الاسد بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب 11 يوم في تمام الساعة عشر وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح اثناشر يوم نسبة الاضاءة 75 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجوزاء وبدين تقل السرطان حتى يوم اربعة وشرين اثنين مزاجه سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين منتحس حتى ساعات الظهر تقريبا بيكون يعني تقريبا عشرة في المية اما بالنسبة للمريخ في الثور حتى يوم اربعة ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما أنه موجود بالحمل فمعناته بموجود في الجوزاء وينتقل للسرطان فمنظل ساعات الصبح نشيطين باتصالاتنا وحركاتنا لدينا طاقة كبيرة سرعة البديهة عالية رغبتنا بالحوار والنقاش تكون كبيرة مع ساعات الصباح شوي بنركز على الأمور البيتية أو الأمور العائلية بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا الأجواء بتصير إيجابية كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتفتح مجالات جيدة على المكاسب المالية بشكل كبير وممكن تحققوا بعض المكاسب أو الهدايا أو الأرباح أو تعالجوا مسائل مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء زي ما حكينا أنه مننشط لليوم الثالث على التوالي في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير في البيت الرابع فبتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستهى من تصرف أحدهم اتجاهك أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بتكون بالفترة هاي كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الأجواء مش بها القوة الهائلة يعني بتحسوا لغاية ساعات الصباح الأجواء إيجابية من ساعات الصباح ممكن يصير التباس أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة أو قلق على أحد الأحبة شغلة بدها ضبط أعصاب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل والصحة الأجواء مع ساعات الصباح بتصير إيجابية فممكن تنجزوا بعض الأعمال بشكل إيجابي أو تبدأوا بالتحرك باتجاه عمل ما ولكن بتكونوا ظلوا منتبهين على الوضع الصحي بشكل جيد بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة لغاية ساعات الصباح بتكونوا تنتبهوا بعد ساعات الصباح يعني شوائي من سوء تفاهم أو إنزعاج أو إنك ممكن يصير في سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج بالنسبة للبيت الثامن الأجواء كل ما اقتربنا لساعات الصباح تصبح جيدة وممتازة على مستوى المكاسب المالية أو الأموال المشتركة ممكن تحقق بعض المرابح أو المكاسب وممكن تهتم ببعض الأمور بشكل إيجابي يعني اتعالج بعض المسائل بشكل قوي على المستوى المالي بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح بالاتصالات البعيدة والامتحانات والمقابلات والأهم شيء تنتبهوا على الطرقات أثناء قيادة السيارة وإذا كان عندكم امتحان أو عندكم مراسلة بتكون تنتبهوا اليوم وما تعتمدوا على الحظوظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتحمل بعض الأشياء الإيجابية وخصوصا مع ساعات الصباح بتعززوا من علاقاتكم مع المسؤولين أو رؤسائكم بالعمل وبتفتح لكم مجالات جيدة على مستوى العلاقات أو الوسطات أو المعارف بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 على المستوى الاجتماعي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن من ساعات الصباح ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو الأصحاب أو تستاء من تصرف أحد الأصحاب أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما صارت إيجابية أكثر بتفتح لك مجالات جيدة وممكن تعالج كثير من المسائل خلال هذا اليوم وممكن تهتم بمسائل بتتعلق بصحة أحد الأحبة ولكن أنا شايف الأجواء إيجابية ودعملة إليك بقوة برج الثور طبعا الأجواء جيدة جدا اليوم اليوم أنتوا مشحونين بطاقة وكل ما اقتربتوا لساعات الصباح كل ما صارت الطاقة أعلى وأقوى وعندكوا رغبة كبيرة للتحرك فعندشان هيك اليوم نفسيتكم ممتازة جدا وعندكوا رغبة لإنجاز كثير من المهام تنشطوا بالحركة والاتصالات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الصباح في البيت الثاني فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات لغاية ساعات الصباح بعدين بتنجحوا في مجالات العلاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام الممكن تضطر لدفع مبلغ طارق من المال حاذر إهمال الوضع الصحي وتجنب الإرهاق أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت حاول أنك ما تهمل المسائل البيتية أو العائلية حاول أنك ما تخليها تتراكم عليك اهتم بالمشتريات والتسوق وترتيب أمورك العائلية بشكل كبير بالفترة هاي ممكن يكون فيه خلاف أو سوء تفاهم أو مسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة بالنسبة للبيت الخامس طبعا مع ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية وقوية جدا ودعملة إلك ممكن تعزز العلاقة ما بينك وبين الحبيب بشكل كبير وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالترفيه أو التجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا شوي يعني بتضغطك على مجال العمل وممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو تجد ما عندك الوقت الكافي لإنجاز أعمالك أهم شي إنك برضو تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكة وخصوصا من ساعات الصباح ممكن تحل مسألة بطريقة عقلانية أو سلمية الأجواء بتدعمك بقوة ممكن تعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك أو الزوج بشكل قوي بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا طبعا رح تضغطك مع ساعة الصباح بالمصاريف والدفعات وممكن تلتزم ببعض المبالغ أو تتراكم عليك بعض الدفعات حاول أنك ترتب أمورك المالية وما تندفع أو تتهور بالمشتريات بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء إيجابية وخصوصا مع ساعات الصباح بالاتصالات البعيدة وتواصل مع جانب أو دعم خارجي أو امتحانات جامعية أو أوراق قانونية كل هالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل قوي حاول ترتبها بشكل إيجابي يعني ممكن هاي الأشياء تساعدك بكثير من الأمور للفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك العاشر الأجواء هنا بتركز على بيت السمعة بنقولك مع ساعات الصباح لا تجازف ولا تغامر ولا تتهور حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تدخل بمخالفة للقوانين أو بمواجهة مع رجال الدولة وحاول أنك أنت تخلي علاقتك جيدة مع المسؤولين بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء إيجابية اليوم رح تنشط بعلاقاتك الاجتماعية بشكل جيد ممكن اليوم تتواصل مع الأحبة وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء بشكل كبير أو دعم من أحد الأصدقاء لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهم نقول لك يعني حاول مع ساعات النهار أنك تنتبه لصحتك بشكل جيد ما تهمل صحتك ولا غذائك ولا راحتك رتب أمورك بشكل منيح خصوصا على مستوى العمل ما تخليه تراكم وبرضو أحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يحاولوا يمكروا إليك فابدك تكون حذر برج الجوزة طبعا بيظلوا قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر بنتقل وبصير في البيت الثاني فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية حوى حتى السياسية وممكن الفترة هاي تعرف لك نوع من أنواع اللقاءات أو الأمور الداعمة اللا إليك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي مع ساعات الصباح ممكن تصير عصبي أو حد طباع حاول أنك تراقب حالك تراقب كلامك ما تكون لاذع ما تكون عنيف ما تكون جارح بالكلام يعني بدك تكون عندك قدرة على ضبط أعصابك بشكل كبير الفترة هاي وخلي كلامك من النوع المفهوم انتبه أثناء قيادة السيارة وإذا كان عندك امتحان لا تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت الأجواء جيدة فممكن تهتم ببعض المشتريات أو المسائل البيتية أو العائلية بشكل كبير وممكن اليوم يصير في مناسبة اجتماعية عندك أو مسألة إلها علاقة بالعائلة تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس دك تحذر مع ساعة الصباح من سوء تفاهم أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء حاول أنك برضو ما تخلي الوسواس سيطر عليك خصوصا في الأمور العاطفية عشان ما تتفاقى من الأمور وتصير خلاف أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل الأجواء جيدة اليوم رح تعمل بنشاط وممكن تعالج مسائل إلها علاقة بالعمل أو نقاش أو حوار أو تنجز بعض الأعمال بشكل جيد وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بأحد الزملاء راقب برضو وضعك الصحي تقريبا أو ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة فاليوم ممكن تنزعج من تصرف الشريك أو الزوج أو يصير فيه سوء تفاهم حاول قدر الإمكان ضبط العصاب ما تفتح نقاشات أو حوارات عشان ما يزيد الخلاف أو ما تكبر إذا فيه مشكلة بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأجواء جيدة اليوم رح تدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تعالج مسألة مالية أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالقروض أو الديون أو سداد بعض الأموال اللي لا إلك حاول برضو إذا في عندك مشروع أو طرح فكرة معينة مالية حاول أنك ترتبها خلال ساعات النهار الأجواء بتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات وعلى الامتحانات الأجواء فيها نوع من أنواع التقلبات فمن يقول لك ما تركن على الحظ بشكل كبير حاول أنك تجتهد وتدرس وتستعد خصوصا للامتحان للأمور المناقشات حتى إذا كان عندك سفر بدك ترتب أوراقك بشكل جيد وما تهملها على أساس أنه ما يصير هفوات وانتبه أثناء قيادتك على الطرق المفتوحة بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة مع ساعات النهار ممكن يتعزز علاقتك في بعض المسؤولين خصوصا في مجال العمل تقديم طلبات توظيف مثلا أو مقابلات الأجواء جيدة حتى على مستوى الوسطات والمعارف اللي أصحاب المناصب ممكن يفيدوك خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة ولكن مع ساعات الصباح ممكن تحمل لك خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني لغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة ولكن من ساعات الصباح ممكن تصير خلاف أو تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم أو مشكلة مثلا أو تجد أنه بتدخل في شؤونك فهذا الإشي يزعجك حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء دعميتك بشكل قوي اليوم على المستوى الصحي مستوى التغذية مستوى العلاجات حتى على مستوى أمور ممكن بتتعلق بصحة أحد الأحبة هي بس اللي تلفت نظرك برج الصرطان طبعا كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما الأجواء صارت إيجابية أكثر فرح نحكي عن البيت 12 بعدين نحكي عن بيتك الأول لأن القمر رح يتنقل ما بين بيت المتاعب ولا بيتك الأول ما تشعرون به من تعب وتراجعوا في الصحة رح يزول مع ساعة الصباح من ساعة الصباح القمر رح يصير عندكم في الصرطان فبتمتلقوا نشاط وحيوية بتعيش لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات تتلقى إشارة وبتبدأ بتنفيذ خطتك تستعيد حياتك رونقها وحيويتك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء على المستوى المالي لغاية ساعات الصباح ممكن تجد بعض الحلول ولكن من ساعات الصباح ممكن تكثر عندك المصاريف أو تظهر مصاريف بشكل مفاجئ للك قلل من مصاريفك قدر الإمكان وحاول تحافظ على أموالك من السرقة أو ضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالاتصالات والامتحانات الأجواء جيدة جدا وبتدعمك بقوة اليوم حتى على مستوى النقاشات والمقابلات فحاول أنك تستفيد منها بشكل كبير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالدراسة أو لها علاقة بمراسلة الإقناع ترويج لشيء معين الأجواء بتدعمك حتى الاهتمام بالسيارات والاتصالات برضو جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء رح تضغطك اليوم بشكل كبير على مستوى البيت ممكن يكون في بعض الضغوطات أو بعض الأعباء حاول أنك تنجزها بشكل جيد وما تخلي الأمور تتراكم عليك على أساس أنه ما تكون عبئ أو حمل عليك وتظهر بعض الخلافات والمشاكل العائلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي اليوم تقدر تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة وممكن برضو اليوم تغامر أو تغير الجو أو تدخل في أشياء لها علاقة بالتجميل أو الترفيه الأجواء على المستوى البيت الخامس برضو ممتازة جدا بالنسبة للبيت السادس ممكن تنضغط على مستوى العمل أو تظهر بعض الأعمال اللي ما تقدر تنجزها بالكامل اليوم أو مشاكل من خلال العمل أو عمل يكون كثير وبرضو ممكن صحتك أو صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للرعاية بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة وبتعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين الشريك وممكن تعالج مسائل بشكل قوي اليوم على مستوى حل بعض المسائل اللي بتتعلق في أمور لها علاقة بالزوج بالزوجة أو نقاش معين أو تفاهم على مسألة معينة مع ساعة الصباح وممكن تتراجعون قرار سابق أو تحمل لكم مصالحة بالنسبة للبيت الثامن طبعا على مستوى الأموال المشتركة ديروا بالكم من التوقيع على عقود أو على أوراق بدون دراستها ومراجعتها والبحث فيها بشكل كبير صحيح أنه في منكم رح يحصل بعض مكاسب اليوم أو بعض الحلول لبعض المسائل المالية ولكن ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق في أمور لها علاقة بالسفر أو الامتحانات الجامعية أو الأوراق والمعاملات القانونية للأجواء جيدة ودعملة لك بقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا بيركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك يعني حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان حتى على مستوى العمل وعلاقتك مع رؤسائك أو زملائك بالعمل وإنجز الأعمال الموكلة لإلك بالكامل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم الأجواء جيدة جدا وبتدعمك بقوة ممكن تنشط بعلاقات مع بعض الأصدقاء وممكن تحل مسائل إلها علاقة بالأصدقاء بشكل كبير وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل إلها علاقة يعني ممكن بدعوة بحفلة بمناسبة أو جمعة بتجمع بينك وبين الأصدقاء بشكل كبير برج الأسد طبعاً طبعاً اليوم الأجواء بتركز على العنصر الاجتماعي بشكل كبير لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتكوين ديروا بالكو شوي طاقتكم ما رح تكون ضعيفة فتطلب منكو إنه تأخذوا الحذر من الفترة القادمة لأنه القمر رح ينتقل وصير في بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية صحيح أنها ممكن تفتح لك بعض المكاسب أو دعم مالي أو حل بعض المسائل المالية بشكل كبير ولكن حاول أنك أنت ما تبالغ بمصاريفك وحاول أنك تحذر من بعض الموامرات المالية بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات لغاية الصباح ولكن من ساعة الصباح بدك تدير بالك أثناء التنقلات وأثناء قيادتك للسيارة أو اتصالاتك وتخلي كلامك مفهوم لأنه شوي ممكن تكون حد الطباع بشكل كبير اليوم ممكن يحملك حوار أو نقاش ما بينك وبين أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما صاري الاهتمام أكثر في البيت وبالعائلة فممكن تهتم ببعض المسائل العائلية بشكل كبير أو يكون في مناسبة أو جمعة أو اهتمام ببعض التصليحات والترميمات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة جدا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن تنضغط أو تستاء لتصرف معين أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة أو تتوتر لمسألة عاطفية حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما في داعي لسوء التفاهم أو للنقاش والخلاف ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء هنا بتدعمك بشكل قوي كلما اقتربنا لساعات الصباح على مستوى العمل فممكن تنجز كثير من الأعمال ولكن نقول لك ما تتهور بدخول بأعمال جديدة حاول تنجز الأعمال الممكن اللي لا إليك بشكل روتيني وحاول أنك ما تبالغ بجهدك الجسماني عشان الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا الأمور بتركز على بيت الشراكة فممكن تفتح لك مجالات جيدة أو تقارب ما بينك وبين الشركاء بشكل كبير لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن يظهر سوء تفاهم أو نقاش أو حوار أو زعل من تصرف الشريك فشوي حاول أنك تلجأ للمصالحات قدر الإمكان موليد العشرية الأولى وثانية أكثر الأشخاص اللي بدون يحضروا من الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة اليوم جيد لا تقديم لقروض أو لبنك أو لحل بعض المسائل المالية ولكن ما تبلغوا بمصاريفكم ممكن تظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة بالمصاريف الاستشفائية أو المصاريف الطارئة أما بالنسبة للبيت التاسع فمنجد الأمور هنا تقريبا جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن تستاءل تصرف معين أو تنشغل بمسألة إلها علاقة بامتحان أو نقاش أهم شيء أنك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تبالغ للحضوض وما تعتمد على الحضوض بشكل كبير لأن الأجواء رح تكون ضغطة عليك بشكل كامل والحظ ما رح يدعمك خلال هذا اليوم حتى على مستوى السفر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات مع المسؤولين أو مع شخصيات أو بتتلقى دعم معين ولكن ممكن برضو اللي بدو يدم لعمل أو لوظيفة من ساعات الصباح لأجواء إيجابية ممكن تبدأ بعمل جديد أو تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك بشكل أكبر أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا القمر موجود في لغاية ساعات الصباح فبتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء في ساعات الصباح طبعا القمر خلص بنتقل لبيت المتاعب فبتدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم بسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ يعني خلي أمورك روتينية بشكل عام تخلص من عاداتك القديمة وحاول أنك أنت تنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير برج العذرة طبعا اليوم كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتصير الأجواء إيجابية ودعملة إلك بقوة ممكن تعالج كثير من المسائل خلال هذا اليوم وتحل كثير من المسائل اللي كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية الأجواء بتدعمك بشكل قوي فحاول أنك تستغلها بالنسبة للبيت الثاني طبعا اليوم ممكن يتراكم عندك مع ساعات الصباح مصاريف أو دفعات أو غرامات فحاول قدر الإمكان أنك ترتبها بشكل جيد وحاول أنك تبعد عن المصاريف لزيادة أو الالتزام بمسائل مالية ممكن تكون عبع عليك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فكل ما اقتربنا لساعة الصباح كل ما زاد النشاط والحيوية عندك والقدرة على التواصل والاتصالات وعندك قدرة على إيصال المعلومة بتفاوض بقوة وجراءة وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك رح تهتمه اليوم في مسائل إلها علاقة إما بالسيارات أو بالتليفونات أو في أمور إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء رح تضغطك مع ساعات الصباح بمسائل عائلية أو أمور إلها علاقة بالعائلة أو تتوتر من ضغط كبير إلها علاقة بخلافات خصوصا العائلية ممكن تظهر بعض المشاكل أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعقار أو إلها علاقة بالتصليحات أو المشتريات بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء هنا بتركز على الأمور العاطفية بشكل كبير الفترة إيجابية كل ما اقتربنا من ساعات الصباح كل ما صارت أفضل للتقرب ولعلاج مسائل عاطفية والتواصل مع الأحبة بشكل أكبر الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبرضو بتعزز من علاقاتك العاطفية والتجميلية بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بنقول لك ركز على أمور الصحة مع ساعات الصباح ما تهمل صحتك وما تهمل أعمالك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز أعمالك بالكامل أو يظهر عمل ويصير فيه نوع من أنواع الصعوبة طبعا هاي لموليد العشرية الأولى والثاني موليد العشرية الثالثة الأجواء إيجابية وممكن يعالجوا كثير من المسائل على مستوى العمل وممكن يدعمهم الحظ في عمل ما أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز بشكل كبير على توطيد العلاقة مع الشريك أو حل خلاف أو التفاوض على إنجاز بعض الأمور اللي بتتعلق بالأمور الشراكة المالية والعاطفية أي ما بين الأزواج ممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن تحمل لك مصالحة جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالأموال المشتركة ممكن يصير المطالبات مالية أو عليك بعض التراكمات أو مسائلات مالية بشكل وافي حاول ترتبها بشكل جيد وحاول أنك أنت شوي تضبط أعصابك ما تتخذ على عدقك التزام مالي بدون ما تكون قده وما توقع على أوراق أو عقود بدون ما تراجعها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والسفر وأمور إلها علاقة بالتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بحل بعض المسائل اللي كان صعب أنها تنحل في الأيام الماضية إلها علاقة بالأوراق القانونية والمعاملات ممكن تنجز كل الأمور هاي حتى الامتحانات والسفر جيدة بالنسبة للبيت العاشر طبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فمنقول لكم حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتنعكس وبتنشطوا بين الأصدقاء بشكل كبير ممكن تشوف الأمور بصورة أوضح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك ممكن تحصد بعض الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات إلى طبيعتها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء مع ساعات الصباح ممكن تضغطك شوي على المستوى الصحي أو على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل برضو ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة ولكن احذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يمكروا لك أو يكيدوا لك خلال هذا اليوم أو يتأمروا عليك أو يفشوا أسرارك بدك تكون حذر من هاي النقاط برج الميزان طبعا الأجواء كل ما اقتربنا لساعات الصباح بزيد الضغط عليك بتدخل في فترة امتحان اللي امتحان هذا بامتحن جهوزيتك انه هل انت قد الفترة القادمة ولا انت ضعيف فبدك تكون تشحن حالك بطاقة إيجابية وتقدر انت تتجاوز كل الضغوطات اللي ممكن انها تصير بالفترة القادمة بالنسبة للبيت الثاني اللي أجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب أو تهتم ببعض الأرباح أو تهتم بتحصيل أموال ممكن هدايا أو دعم مالي معين أما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تحذر مع ساعات الصباح من النقاش والحوار وسوء التفاهم ممكن تنضغط بمسألة إلها علاقة بامتحان أو إلها علاقة بلقاء أو نقاش أو حوار حاول تضبط عصابك قدر الإمكان ما تندفع ما تتهور وخلي كلامك مدروس وواضح على أساس أنه ما تتعرض لخيبات أمل برضو بدك تنتبه على تلفونك على سيارتك أو على تنقلاتك من بعض الأمور المفاجئة اللي شوي بتكون سلبية أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت اليوم عندك اهتمامات عائلية كبيرة ورغبة بالتواصل مع أفراد العائلة وممكن تحمل لك مناسبة أو لقاء عائلة بشكل كبير أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك أنت تستفيد من هذه اللقاءات بالنسبة للبيت الخامس طبعا لغاية ساعات الصباح الأجواء إيجابية موليد العشرية الأولى والثانية بدهم يحذروا من خلاف أو سوء تفاهم ما بينهم وبين الأحبة موليد العشرية الثالثة بالعكس الأجواء جيدة وبتعزز علاقتهم ما بينهم وبين الأحبة بشكل إيجابي ممكن تهتموا بالمسائل إلها علاقة بالتجميل أو إلها علاقة بالمسائل العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على الاتصالات والحوارات خصوصا مع زملائكم بمكان العمل تنشطوا بحل بعض المسائل العمل والصحة الأجواء بتدعمكم بشكل قوي وممكن تحلوا كثير من المسائل اللي إلها علاقة بالعمل والصحة أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي هنا يعني شوي ممكن يكون ضاغط مع ساعات الصباح يعمل سوء تفاهم أو خلاف ما بينك وبين الشريك أو تستاء من تصرف فردي بتصرف فيه الزوج فهذا الإشي ممكن يخليك تتوتر أو تحتد أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتدعمك بشكل قوي على الأمور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي إلها علاقة بالقروض والديون وحل بعض المسائل المالية وحتى ممكن تهتموا ببعض المسائل الغيبية بشكل جيد أهم شي صحتكم أو صحت أحد الأحبة ممكن تكون بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا رح تكون ضاغطة على مسائل إلها علاقة بالسفر ممكن تنزعج من قضية إلها علاقة بالسفر أو من شخص خارج البلاد أو أجنبي اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائيا وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة على الشوارع المفتوحة واللي عنده سفر بده يتفقد جميع أمتعته خوفا من النسيان أو من خربطة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر رح ينتقل مع ساعات الصباح يعني بمعنى آخر القمر بين البيت التاسع والبيت العاشر اللي بده يتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر زي ما حكينا بانتقل للسرطان حاولوا أنك تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تدعى أحد يثير انفعالاتك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات فأنت تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء وممكن تحملك يعني خلاف أو نقاش أو حوار تحتد منه بشكل كبير ضبط الأعصاب مطلوب ما فيه داعي للتهور أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة دعمتك على المستوى الصحي والمستوى النفسي ممكن تنجز بعض الأمور بشكل جيد وممكن تعزز برضو من علاقاتك مع بعض الأشخاص بشكل كبير وفيه برضو مندخل على أمور إلها علاقة بالغيبيات أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالماضي أو تعالج بعض المسائل اللي كانت يعني مهملة بالفترة الماضية برج العقرب طبعا اليوم كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما زادت الأجواء إيجابية ودعملة إلك بشكل كبير وبتنشط اليوم بكثير من المسائل عندك سرعة بديهة وطاقة عالية جدا بتحاول أنك أنت تفرغها بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على المسائل المالية دير بالك على أموالك من السرقة والضياع ومن المصاريف للزيادة أو من بعض المحتالين أو النصابين أو الالتزامات المالية اللي ممكن يعني تكون سبب خسارة لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء كل ما اقتربنا للصباح كل ما كانت إيجابية على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ومسائل إلها علاقة بالامتحانات تنشطوا بالتنقلات بشكل كبير وممكن تهتموا بأمور إلها علاقة بالهواتف أو بالسفر القصير برضو علاقتكم ما بينكم وبين الإخوة والجران جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فالمسائل على مستوى البيت شوي مربكة خصوصا موليد العشرية الأولى والثانية ديروا بالكم انخلافات أو نقاشات أو أعطال منزلية أو مشاكل بيتية موليد العشرية الثالثة الأجواء جيدة على مستوى العقار والبيت وممكن تهتموا بمشتريات أو تحلوا مسائل عائلية بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي جيدة وعلى مستوى الحضوض جيدة وعلى مستوى الأمور التجميلية برضو جيدة رح تنشط اليوم عاطفيا وفكريا وطاقتك رح تكون هائلة على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل أو بتركز على الصحة تدير بالك يعني إنجز أعمالك الضرورية والمهمة وانتبه لصحتك ما تهمل صحتك نهائيا أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية وحتى على مستوى الأزواج وممكن توطد علاقتك ما بينك وبين الزوج أو يصير في لقاء أو تتراجع عن قرار سابق أو مصالحة أو تلاقي على نقطة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه فعشان هيك ادخلوا التعديل المطلوب على أمركم المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر منتقل بصير في البيت الساد التاسع لإلكم فممكن يصلكم خبر صار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون هناك اتصال بعيد ممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار أو تفاوض وممكن تعالج بعض المسائل المتنوعة أما بالنسبة للبيت العاشر ببعض نقول لك حافظ على سمعتك قدر الإمكان حاول أنك ما تجازف وما تغامر وحاول أنك أنت برضو ما تخالف القوانين اليوم يعني سمعتك على المحك إنجز أعمالك خلي علاقتك ما بينك وبين المسؤولين زملائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 الأجوار المستوى الاجتماعي برضو جيدة جدا بتدعمك بقوة ممكن اليوم تعزز علاقتك برضو مع الأصدقاء ويتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء بشكل إيجابي أضبط أعصابك برضو إذا حاول حد يستفزك كون مرن أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة يعني بأشخاص ممكن يتأمروا عليك بالخفاء أو يكيدوا لك أو ممكن تكون متخوف من مسألة معينة أو صحة أحد الأحباء بتكون على المحك راقب صحتك وراقب صحة أحد الأحبة وهتم بتغبيتك وراحتك وما تجازف وما تغامر بشكل فوضوي اليوم برج القوس طبعا القمر اليوم موجود مقابلكم برضو رح يتحرك اليوم ليصير في البيت الثامن لا لكم فعشان هيك اليوم النفسية الشوي بتكون أفضل شيئا ما لغاية ساعات الصباح بعدين بعد ساعات الصباح شوي بصير فيه نوع من أنواع التقلب عندكم لأنه اليوم الاهتمام رح يكون على الأمور المالية بشكل كبير وممكن شوي تنشغله ببعض الأشياء الضرورية وخصوصا أمور إلها علاقة باهتمامات يا أما مالية يا أما صحية أكتر بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا أحسن وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح على المستوى المالي ممكن اليوم يكون في مكاسب مالية أو اهتمامات مالية أغلبكم رح يحصل على بعض المكاسب تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو هدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل النقاش عشان هيك من ساعات الصباح حاولوا قدر الإمكان ضبط أعصابكم ما في داعي للتهور ولا للكلام الجارح كونوا واضحين بكلامكم وبرضو في نفس اللحظة انتبهوا أثناء القيادة وأثناء استخدام كل الأجهزة الإلكترونية في منكم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما صارت الأجواء بتركز على العامل البيتي أولا اهتمامات عائلية أو إشيء لعلاقة بالمشتريات تصليحات ترميمات يعني اهتمامات بيتية بشكل كبير بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا إيجابية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكون ديروا بالكم ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للتهور ولا للكلام الجارح وخصوصا للأحبة حاولوا قدر الإمكان أنه اليوم تخلوا علاقتكم أو علاقاتكم روتينية بدون أي مشاحنات في منكم اليوم رح يقلق على صحة أحد الأحبة أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل اليوم عندكم اهتمامات بالعمل بشكل كبير في منكم اليوم رح ينجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحية زي أدوية أو علاجات أو أمور لها علاقة بصحة أحد الأحبة بالنسبة للبيت السابع طبعا القمر موجود لغاية ساعة الصباح فبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة من ساعة الصباح القمر بنتقل وبيصير في البيت الثامن فبتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطعتك تقدهم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بانتظارك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء اليوم إذا كان عندك سفر أو تنقلات على شوارع مفتوحة أو امتحانات أو أمور إلها علاقة بالقضايا القضائية فحاول قدر الإمكان إنك ما تعتمد على الحضوض يعني لغاية ساعات الصباح الأمر كويسة بعد ساعات الصباح تعتمدش على الحظ نهائيا وما تغامرش وحاول قدر الإمكان إنك أنت يعني تدرس وتستعد إذا كان عندك امتحان إذا كان عندك سفر بدك تتفقد جميع أوراقك بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة الأجواء جيدة جدا وخصوصا مع ساعات الصباح بتقدروا تعززوا من سمعتكم أو علاقاتكم مع المسؤولين الأوقات جيدة للتقديم لطلبات عمل أو لتوظيف أو لإنجاز بعض الأعمال بشكل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا هنا الأجواء شوي بتكون حادة أثناء التعامل مع بعض الأصدقاء حولوا ضبط أعصابكم ما في داعي للكلام الجارح أو اللاذع وأنت بتتعاملوا مع الأصدقاء إذا وجهت لكم دعوة حاول أنك تندمج مع الوضع بدون أي انتقادات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى أمور إلا علاقة بالصحة أو صحة أحد الأحبة أو اهتمامات بالتغذية أو برنامج غذائي معين إلا أجواء إيجابية تقريبا على كل الأمور حتى اهتمامات بالمجالات الروحانية برج الجدي طبعا الأجواء بظل الإهتمام بمسائل إلها علاقة بالعمل أو خلق من وضع عمل معين لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا الأجواء فيها إيجابية ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة شوي الأجواء بحاجة لنوع من أنواع التركيز بشكل كبير فعشان هيك حاول تضبط أعصابك حاول أنك ما تتخذ قرارات خلال الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء بتحمل بعض المصاريف وبعض الدفعات وبرضو انتمهوا لأموالكم من السرقة أو الضياع أو بعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك اهتم بأموالك بدون إصرف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات النقاشات الحوارات الامتحانات الأجهزة الإلكترونية ككل يعني كل الأمور هاي ممتازة جدا حتى أنه اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أحد الأخوة على مسألة معينة أو ما بينك وبين أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا تقريبا تحمل نوع من أنواع الضغوط أو ممكن بعض الأحداث أو الأشياء العائلية اللي بتطلب منك الاهتمام بشكل كبير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بمشتريات أو ترتيبات ولكن شوي الوضع بكون مربك بحاجة إلى التركيز أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء إيجابية اليوم وكل ما اقتربنا لساعات الصباح بتصير الأجواء العاطفية فيها مفاجآت أكثر وبرضو بتعمل تقارب جيد ما بينكم وبين الأحبة وممكن يعني يصير فيه بعض الاهتمامات لأمور تجميلية ممكن برضو يصير موقف جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بنتقلوا بصير في البيت السابع مقابلكم تماما فبتنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة برضو لأن القمر مقابلكم تماما بيسحب من طاقتكم فبتصير صعبة وبتثقل خلالها الهموم والمسوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة شوي بيكون فيها تهديد يعني شوي للمشاكل حوادث بعض الخطر بتجعل يعني القمر بيجعلك مضطرب مرهف الحس بتشعر بالارتباك والغضب وبتتمتع بطاقة كبيرة جدا اما بالنسبة لبيتك الثامن طبعا الأجواء هنا ضاغطة على مستوى الأمور المالية المشتركة فبدك تنتبه على أموالك من السرقة ومن الضياع ومن المصاريف اللي بتيجي بدون دراسة فعشان هيك لازم تركز بشكل جيد ابتعد عن التوقيع على أوراق أو وثائق بدون ما تقرأها يعني لازم تركز فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد بشكل قوي جدا وبتعمل تقارب كبير ما بينك وبين جانب مثلا أو أشخاص تتعرف عليهم من خلال مؤسسات تعليمية ممكن اليوم تنشط في بعض النقاشات أو الحوارات اللي بتتعلق في مسائل فلسفية أو دينية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور هنا ضاغط على مستوى بيت الصمع اليوم حاول أنك أنت ما تتهور ما تندفع ما تخالف القوانين ما تغيب عن عملك وما تهم العملك وما تدخل بمواجهات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء الأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة فحاول قدر الإمكان أنك تستثمرها لأنه ممكن يفاجأك أحد الأصدقاء بشيء غير متوقع بشكل إيجابي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فبدك تنتبه لصحتك ولتغذيتك لراحتك لعملك هدول الأمور بدك تنتبه لها وممكن تحمل لك الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح بعدين بده ينتقل للبيت السادس معناته الأجواء إيجابية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيبلش الضغط والتركيز على العمل على الصحة بشكل كبير فعشان هيك من ساعات الصباح ممكن تشعر ببعض التوتر أو بعض القلق اللي بتطلب منك الاهتمام بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على المسائل المالية وبتفتح لك مجالات جيدة على مستوى المال ومكاسب مالية وأرباح ممكن برضو اتحقق بعض الاهتمامات اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بدك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك أثناء امتحاناتك فحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تعتمد على الحظ نهائيا حاول أنك تركز بشكل جيد وحاول أنك أنت تنجز أمورك بدون اعتماد على الحظ وحاول قدر الإمكان أنك تبتعد عن أي نقاش أو حوار يعني ممكن أنك تنفعل من وراء لأن عصبيتك حد وردات فعلك ممكن تكون شوي لاذعة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيد اليوم بيحمل لك تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض المسائل البيتية زي مشتريات أو تصلحات أو ترميمات أو حتى مناسبات جيدة أو سعيدة عائليا مرضو بتحمل مصالحة ولقاء أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير موجود في البيت السادس وبدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب للنفور للأشخاص اللي حواليك تستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة اليوم وبتنشط وبتمارس عملك بحماسة أهم شيء أنك تحاذر من الإطرابات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتحمل نوع من أنواع الضغط وخصوصا في ساعات الصباح وممكن تفتح نقاش أو حوار أو خلاف ما بينك وبين الشركاء خصوصا شركاء المال أو شركاء العاطفي اللي هم الأزواج فحاول ضبط الأعصاب وحاول أنك ما تتهور وما تنفعل حاول برضو إذا كان عندك قضية قضائية أنك أنت يعني يكون كل أوراقك جاهزة أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيدة جدا وبتفتح لك برضو اليوم مكاسب أو أرباح أو دعم معين أو ممكن تروج لمشروع معين إذا كان في أوراق أو معاملات بدها توقيع استغل هذا اليوم وخصوصا من ساعات الصباح لأن الجو إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على يعني مسائل التنبيه أنه دير بالك إذا كان عندك سفر أو عندك تنقلات على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر إذا عندك امتحنات جامعية أو عندك مناقشة أو أمور لها علاقة بالمعاملات زي إقامة هجرة أشياء زي هيك اليوم مش مناسب لهاي الأمور فبدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحلود نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل كبير وبتعزز من علاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبينهم وبرضو بتحملك فرصة جيدة جدا لإثبات ذاتك وبرضو ممكن اليوم تستغلها لواسطة أو لمعرفة معينة من معحد الأشخاص اللي يدعموك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء حتى على مستوى بيت الأصدقاء شوي فيها نوع من أنواع الفتور فعشان هيك ما رح تقدر تتعامل مع أصدقائك بشكل اللي أنت بدك إياه ممكن تتهرب من اتصالات أو لقاءات وممكن برضو تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء حتى لو بادروا بأنهم يتقربوا منك ممكن أنك بدون نفس تتقابل معهم بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء هنا جيدة جدا تدعمك على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وبرضو في نفس اللحظة بتخليك تهتم ببعض الواجبات اللي إلها علاقة إما بالصحة أو بالعمل وأهم شيء زي ما حكينا أنك أنت ممكن يعني تقلق على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا الأجواء في الأيام الماضية كانت بتركز على البيت أكثر بتخليك شوي مشدود لأعمال منزلية أو أعمال بتتعلق بالعائلة شوي كان في عندك أكثر من أمر هيك مشغل فكرك شاعر بأنه الطاقة متقلبة عندك بتحاول أنك تتهرب من كثير من المسائل لكن اليوم الأجواء من ساعات الصباح بتصير إيجابية وطاقة عالية جدا ممكن أنها تأثر عليك بتدعمك بشكل قوي وفي نفس اللحظة بتقدر تنجز كثير من الأمور خلال هذا اليوم والحظ حليفك في كثير مسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء وأنا بتركز على أمور المال اليوم الأجواء رح تكون ضاغطة بتحمل بعض المصاريف أو القلق من وضع مالي أو ممكن تظهر مسائل مالية وترك عشان هيك يحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أهم شيء أنك أنت تحولها لمسائل روتينية بدون ما تصرف الفلوس فوق الضغط الموجود أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها إعلاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات والنقاشات والحوارات حتى الإقناع عندك رح يكون عالي جدا فهاي كلها إيجابيات وممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الصباح فبتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة لغاية الصباح ومن الصباح القمر منتقل بصير في البيت الخامس فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيدات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى الصحة وبتحمل قلق صحي أو قلق على أحد الأحبة وممكن برضو أنه شوي تكون انت حد الطباع فلا تسبب النفور للأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم وفي نفس اللحظة حاول أنك تركز على أعمالك لأنه ممكن تتراكم أو تهملها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء اليوم أحسن على مستوى علاقتك بالشريك ممكن يطمئن بالك لمسألة معينة وممكن يصير نوع من أنواع التواصل أو التفاهم مع الشريك بشكل جيد ممكن تحلوا أو تعالجوا مسألة كانت ضاغطة بالفترة الماضية أو تتراجعوا عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة فبرضو نفس الإشي بتشكل نوع من أنواع الإرباك أو المطالبات أو بتحس بالضائقة إلها علاقة بالوضع المالي أهم إشي إذا كان فيه أوراق بحاجة لتوقيع أو بحاجة لمشروع معين الفترة هاي وطريت فحاول أنك تستشير أهل الإختصاص ما توقع عليها قبل دراستها بشكل كامل لأنه بدك تحذر من النصابين والمحتالين أو المدعين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وأمور إلها علاقة بالامتحانات اللي عنده سفر اليوم الفترة هاي إيجابية برضو ممكن تفتح أبواب السفر لبعض الأشخاص أو الاهتمام بالمراسلات أو حتى النقاشات إلها علاقة بالدين أو بالسياسة الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة ضاغط فعشان هيك بنقول لك لا تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخوض بأي شيء ممكن يكون فيه شبهات أو يسبب لك نوع من أنواع القلق حاول أنه ما تدخل بأي صدام مع رؤسائك أو زملائك بالعمل وحاول تضبط أعصابك عشان ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء ابتدعمك مع الأصدقاء اليوم ممكن يتكاثف الأصدقاء حواليك أو يدعمك أحد الأصدقاء بمسأل ما أو يعمل تقارب معين وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق أو اتصال أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء ضاغطة فعشان هيك بنقول لك برضو لا تهمل صحتك لا تهمل تغذيتك لا تهمل راحتك لا تهمل أعمالك هاي أهم النقاط وبرضو بدك تحذر من بعض الأشخاص يعني ما تأمن سرك لحد لأنه الفترة هاي بتدل على أنه سرك ممكن أنه ينكشف في أي لحظة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء